صباح الخير آآ انتشر قوي اليومين دول اللي يكلموا على فيروس كورونا. او آآ او آآ 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 ده الاسم العلمي التاعه لان هما ما لا اقولوش اسم يعني غير ان هو يسمى بالشكل ده. آآ آآ فيروس كورونا هو زي اي انفلوانز عادية موجودة. بل هو اقلهم قوة يعني. الناس القلانة او خايفة ان كورونا ممكن تكون حاجة مدمرة جدا. دي بشار ان هو ضعيف جدا. وبتنقل السبب الرئيسي في النقل. التعامل مع الحيوانات. ان تحصل طفرة في النص. الناس تقرب من الحيوانات جدا زي ما حصل في الصين. بدأوا يكلوا الخفافيش. بدأوا يكلوا الطيور اللي بالشكل ده. فبالتالي حصل حاجة ناقلة ما بين الحيوان والانسان. احنا كوطن عربي او مسلمين او مسيحيين او الديانات الكتابية ما بنعملش ده. ما بنكلش الحاجات المقززة او الطيور اللي من الصنف ده. ونزل تعاليم كتابية كتير بان كل الحاجات دي محرم اكلها. فاحنا في يعني ان شاء الله بعيد جدا عن هذا الامر. طيب ايه كورونا بقى? كورونا ده اقل حاجة بنسبة الفيروسات المنتشرة وموجودة. زي مسلا في مارس ده اللي نزل كان في فترة في الالفنات في بداية الالفنات. وكان نسبة الوفيات في تصل لخمسة وتلاتين في المية من المصابين. بعدها ظهر صارس. برضو كان نفس اعراض الكورونا ونفس الرشح والبرد واللي ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الوفيات في ما زادتش عن عشرة في المية. كورونا تقريبا بالنسبة لعدد الوفيات اللي بتحصل لا يتعدى الاتنين في المية من الاصابات. طيب يعني احنا ما نخافش من ان كورونا موجود لا احنا ننتبه ان احنا ما نوصلش ان احنا نستقبل هذا الفيروس. يعني ما نحاولش ان احنا نعمل حاجة نبقى عرضة لي الفيروس ده. طيب الفيروس ده بيصيب مين? بيصيب اي حد منعته ضعيفة. اكتر الناس اللي مش عايشة بنظام صحي جيد منعتها ضعيفة. يعني الناس اللي بتتعاطى السكر. لان هو اسبح مضمن للسكر. بتاكل الديق بكل مشتقاته. عرضة لان هو يبقى فيروس كورونا يدخله بسهولة. طيب انا عملت كل احتياطاتي واتنظفت كويس. اه بعت عن السكر والديق. ورعيت ان انا دايما مرتب الفم بالانف. يعني منطقة الماسك اللي هما بعملوها دي اللي هي ما نشورش الرزاز بتاعي لما يكون فيه عطس او بكوح. لان ثبت ان انت لما بس بتاعتص العطسة دي بتطلح حوالي الرزاز بتاعها ده حوالي سكس فيتس. يعني حوالي اتنين متر كده حواليك. بتملى الفيروس او المكروب اللي بطلع منك بملى المكان اللي حواليك بحوالي اتنين متر. يعني سيادتك لما يبقى فيه بتاكل في مكان برا او داخل تويلت او داخل مكان حمامات عمومية او رايح عند اي حد تفتح باب تراعي جدا ملمستك للأسطح اللي حواليك دايما تغسل ايدك كويس جدا قبل ما تتناول حاجة. او ان انت تمررها على مناخيرك. ليه بقى? لان سهل جدا تاخد من الاسطح اللي حواليك ده فيروس لحد يكون حامل لفيروس. وبالتالي هيدي لك العدوى دي. طيب هل كورونا قوي يعني ولا في حاجة تانية اقوى منه? الانفلوانزة العادية اللي هي الموسمية اللي بنوصب بها كل سنة. اه لو جينا نقارن عدد الوفيات فيها يعني ثبت ان عدد الوفيات في الانفلوانزة الموسمية او بتوصل من 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 تلتمية لستمائة الف حالة وفاة كل سنة على مستوى الكرة الارضية هي. كورونا لسه ما 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 تسجلش حالات وفاك بيرى فيها. سارس اللي كان قلي بالدونيا وميرس اللي قبله سجله ثمان تلاف حالة وفاة. يعني السيزن الفلو اللي احنا بن بنحاول ان قوامها دايما وان ان انت تشرب سويل كتير وترفع المناعة وكلام ده. ده اقوى جدا ومخيف جدا عن سارس. وعن كورونا المشهور دلوقتي. يبقى انا اهتم جدا بالنظافة. اكل صحي. ابعد عن الحاجات اللي بتضعي في المناعة. اشرب مشروبات زود للمناعة. واكل زود المناعة. اولهم نقفل خالص على السكر والديق. طيب. الصحة العالمية كل المنظمات بتقول لك لازم تنظف يدك كويس. تغسل وشك تتركب ماسك. وتبعد عن اماكن الزحام. دي التوصية بتاعته. انا عندي توصيات الخاصة انا بقى ان انا اكل صحي. ابعد خلص عن السكر وعاند دي بمشتقاته كلها. ابعد عن سترس تماما. سترس تماما. ممنوع يبقى عندي ضغط عصبي. اهتم جدا بساعات النوم. اهتم جدا بساعات النوم. ارفع المناعة عندي جدا باكل صحي متزن طبقا للانظمة الغذائية المعروفة. كل الخوف الفترة دي ان انا ابقى في الدوامة بقى طب انا اعمل ايه? ما اعملش ايه? لا. يبقى انا احافظ على ان انا اطبق التوجيهات اللي قلته لكم. وبقدر الامكان نعيش بعيد عن التجمعات. ما نحاولش نقترب من مصادر مشكوك فيها. وزي ما الدين قال برضو ما ينفعش ان انا اطلع ناس من منطقة موبوقة انقلها لمنطقة سليمة. نعمل الحجر الصحي زي ما اه في الاثر كان سيدنا عمر عمل حجر صحي ان لو في منطقة فيها وباء ولا فيها مشكلة نخلي الناس موجودين فيها ما ننقلش الناس. فبالتالي نحافظ على ان ما ينتشرش هذا الفيروس. نراعي ان احنا لو عندنا اي استفسارات من خلال القناة هنا. ابعتوا لي اي استفسارات على الانبوكس او ابعتوا لي على الفيديو. وما تنسوش تشيروا الفيديو ده عشان الناس تستفيد. ان احنا نحافظ على صحتنا من خلال التوجيهات اللي انا قلتلكوا عليها. وتقشوا بصحة وصعادة.